موسيقى ازاي حضراتكم عاملين ايه كله تمام بكرا ان شاء الله سبحانه وتعالى فخامة الرئيس هيبقى موجود في البرلمان المصري بالعاصمة الادرية الجديدة طبعا ده طبقا يا سادة للمادة 144 من الدستور وبتبدأ عادة يعني المراسم بانه رئيس مجلس النواب سادة المستشارة الدكتور حانة في جبالي بيتلو النص الخاص بفوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية عشرين اربعة وعشرين ويبدأ الرئيس يقول اليمين الدستورية امام البرلمان بغرفته سوأذا كان مجلس النواب او مجلس الشيوخ ثم بعد ذلك يبدأ الرئيس في الحديث حول مجموعة من الامور او المواضيع او القضايا الهمة طبعا المتعلقة ببلدنا وبطبيعة الحال اكيد المتعلقة بالاقليم مما لا شك فيه دي حاجة مهمة بتطلق بعد كده واحد وعشرين طلقة طبعا الناس بتسأل ليه واحد وعشرين طلقة لما لا يعلم هو اجراء قديم جدا ويمكن كان اللي بدأوه حيثما يعني يتوارد او حيثما ما هو نقدر نقول عليه مثبت انه الانجليز هما اللي بدأوا قصة الواحد وعشرين طلقة كانت تحديدا البحرية البريطانية هي اللي بدأت الواحد وعشرين طلقة فكانت بتبقى سبع طلقات من مناطق التمركز الرئيسي للبحرية البريطانية وقت ان كانت الامبراطورية التي اللي تغرب عنها الشمس ثم بترد عليهم مناطق اخرى في المياه يعني مناطق التمركز على اليابسة بتقسمها لسبع مناطق كل منطقة تضرب طلقة فيترد عليها من القوات اللي موجودة في المياه بتلت طلقات فيبقى سبعة تلاتة يبقى واحد وعشرين اجراء موجود في اكتر من دولة واعتبرة وكأنه تقليد موجود في اكتر من بلد دول اخرى بتضرب طلقات مختلفة دول اخرى بتعتبر انه مثلا في حالة الوزراء فبتطلق او شخصات رفيعة المستوى لكن اقل منها الزعماء او القادة فبتطلق حوالي تسعتاشر طلقة في بعض الدول منها الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال يعني حاجات كده ممكن تبقى مفيدة لبعضنا من وقت للتاني انا قلتلكم بالمناسبة بقى ودي حاجة مهمة من يومين انا اتذكر اه من يومين يوم السبت صح؟ يوم السبت انا عجبني جدا 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 اداء الحكومة جدا وقلتلكم نصة ان انا قعدت في الاجهزة بتاعت نهاية الاسبوع استثمر وقتي في ان انا اتفرج على جلسة او اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء الغرف التجارية حتى انا قلتلكم شهبندرات التجار حين عجبني جدا الاجتماع وشفته اكتر من مرة وشفت زي ما اقولكم الحزم الوضوح الحزم والحكومة خدت اجراءات واضحة ووجهت توجيهات تقدر تعتبرها توجيهات امرة كان من ضمنها ايه؟ من ضمنها انه يحصل خفض في الاسعار يعني يبقى 10-15-20 وصولا الى العيد باذن الله دكتور مصطفى لو تفتكروا في هذا الاجتماع وهذا الاجتماع موجود يعني والفيديوهات بتاعته موجودة يعني على اليوتيوب والمنصات المختلفة قال احنا عاوزين نوصل قال كده انا شايف انه الخفض في الاسعار لازم يوصل للـ 30% بس بما انكم شايفين ان احنا هناخدها بالتدريج فانا موافق معاكم ناخدها بالتدريج الحكومة النهاردة بتعلن ايه؟ خفض اسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح ما بين العشرة للـ 15% والطبيق يبدأ من بكرة الثلاث ده مش بس كده ده حدده في بعض الامور اسعار يعني قالك سعر الدواجن مثلا 95 قالك سعر كرتونة البيض 145 طب خليني هنا اخد معنا على التليفون بكل الترحيب وسهل سروة الزيني نائب رئيس شعبة الدواجن اهلا بيك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب وانت بالصحة والسلام او زر يوسف 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 الاسعار وخفض الاسعار وهنبدأ بالدواجن والبيض قلنا فرحنا والله انبارح كان فيك تماع اتحاد العام لمنسيج الدواجن مع معالي وزير الزراعة وطبعا احنا متفهمين وضع الاسعار وان فعلا فيه استفاعات في الاسعار والدواجن والبيض كسلع اساسية مهمة جدا لكن الحاجة اللي نحب نوضحها لما يحصل الدواجن والبيض ان دي الدواجن الحية وده البيض الطازق بمعنى سلع لتخبر التغذيب ولا يوجد فيها اي شاشة من الاشكال اللي احتقال بتباع يوم بيوم واجبة واجبة فالطريق الوحيد النهاردة بتوازن وتلاجع الاسعار هو الانتاج والاتحية احنا في شهر رمضان طبيعي كان الاستهلاك بيجيب 35% عن طبيعي الحمد لله اعتقد مع الاتخالات الجديدة والاتحاج الجديد احنا كالتحاد من تجي دواجن يعني السادة السياسية بتسعى بتوجهات مستمرة نحاول نخفف الاسعار شوية فعملنا مبادرا النهاردة بتخصيل 15% في اسعار الدواجن الحية وبيض المائدة بعثين الدواجن تتوسط 200 جنيه في المزرعة ان شاء الله من بكرة نتكلم في 85 جنيه البيت كان وصل 155 156 ان شاء الله المنافس الشركة القبضة والمنافس وزارة الغراء هتستلم ب 135 حيبيعه للمواطن ب 140 وان شاء الله هنتابع المبادرة مستمرة وحنتابع الاسعار في الحقيقة جهود الدولة كانت سجيرة جدا كتوفير النقد الأجنبي وده العام الأساسي في استقرار اسعار الأعلاف وتوفرها النهاردة فيه ثبات وفيه تراجع كمان في اسعار الأعلاف وده شيء إجابي جدا 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 انه هيشجع المراضين انهم يستمروا ويدخلوا ادخالات جديدة انه زي ما قلت ساعتك توازن وتراجع والأفعاد أساته الامتاج والتاحية طبعا طبعا صروت بيه امتا امتا ألاقي سعر كارتون تلبيض 100 110 اعتقد محتاجين الناس بيه وقت شوية احنا كنا في تحديات كبيرة جدا وغير مسبوقة والحمد لله صناعة قائمة وبتحقق اكتفاة ذاتي محتاجين شوية وقت لكن ان شاء الله مش هنطول يعني من وقع خبرة صروت بيه تتوقع ناخد وقت قد ايه كده والله انا بالنسبة للبيض اتوقع محتاجين شوية شهور لكن بالنسبة للدواج كتير كتير شهور كتير يعني لو قلتلي 45 يوم مثلا اقولك ماشي في التثمين في الفراخ الحية اقل من 45 يوم السابعة وليلة ان شاء الله حيبقى فيه تراجعة صبير جدا ان شاء الله في اسعار الدواج تنزل اللي كان بعد 45 يوم تقريبا اعتقد حتكسر الثمانين جنيه ثمانين سعر مزرعة ولا سعر مستهلك لا سعر مزرعة يا فن وخلي بس عتك احنا الدواجن ده البروتين الاول للأسرة المطرية في ظل الارتفاع اصعار اللحوم والاسماك حلو هو ده البروتين الاول الحمدو ده في السفاء ذاتي دواجن وبير يعني انا ممكن خلال ممكن اقدر اقول انه بعد شهر ونص بس اقدر الاقي الفراغ سعر مزرعة تمانين كيلو ان شاء الله تفصل بثمانين كيلو ايه ان شاء الله شدوا حلكو معنا وخلوها خمسة وسبعين علشان تبقى الدنيا حلوة احنا حبين احنا حبين لكن الاشيء اللي يطمد لا عندنا تخزين ولا عندنا الابطة الاحتفاظ اليوم بيوم واجلا واجلا البيت بقى هياخد له قد ايه خلال تلتة شهر مثلا اعتقد اقل من كده ان شاء الله فيه تخلاج جديدة ان شاء الله نتمنى ان شاء الله اقل من كده ان شاء الله يا رب خير وبركة يبقى فرحتنا واسعدتنا واعاده الله عليكم جميعا بالخير واليوم والبركات شكرا جدا انا ساروة بيه كل الشكر ساروة الزيني نائب رئيس شعبة الدواجة ما هو سعر الدولار نزل ده واحد اتنين عندك كمان انه افراجات لكل الحاجات اللي موجودة في الميناء ما بقاش في عندي حاجة غير بقى زي ما كان حتى بيتكلم دولة رئيس الوزراء في ناس اصدد تسيب الحاجات بتاعتك في المواني والحكومة قالت اللي هيسيب حاجة وتتصادر وسلاموا عليكم محدش بقى يرجع يغنيلنا ظلمون حق ربنا عارف انت الفئة حقها ولا مش حقها قالوا حقها يا ابو كمال فالسؤال حق الحكومة ولا مش حقها الحكومة عملت لك اللي انت عايزه عايز دولار روح البنك جاهزين للإفراج اتفضل تعال خد بضاعتك حد بقى بيتناصح وعاوز يسيب البضاعة موجودة في الميناء علشان الدولار ينزل ثلاثة اربعة خمسة جنيه يسيب تبقى ثلاثة جنيه فتضيف ده الهوامش أرباحك على كل دولار يعني عاوز تشتغلنا يعني تمام يبقى الحكومة حقها تصادر ولا ايه ابو كمال معروفة دي طيب فنداء الى كل ابو كمال الحكومة لها حق فما تخليش الحكومة تزعلك يعني الطمع يقل ما جامع لانك هتطمع البضاعة هتتصادر اللهم انا قد بلغنا اللهم فشأت تعالى على الحديد بقى ودي حاجة برضو مهمة جدا اسعار الحديد تقريبا تقريبا نزلت حوالي 2440 على الطن وده اظن سعر ارض مصنع كمان اسعار الاسمنت طيب برضو ده محتاج ان احنا نفهم اكتر من احمد بي الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية اهلا بك احمد بيه كل سنة وانت طيب والسادة المشاهدين طيبين اللهم امين كده احنا السعر ينزل 2440 تقريبا بالمتوسط سعر ارض المصنع صح؟ من امتى الامتى بس اقول لي عشان ابضح ده الاخبار المتدولة السعر من قبل التعويم انت احنا كنا وصلنا ارض مصنع لتلاتة وخمسين وتعدنا لخمسة وخمسين الف جنيه ويمكن ده في شهر فبراير ويناير احنا نزل قبل بداية مارس نزل شوية الواحد وخمسين اظن اه اه احنا كان برضو وصل المستهلك لتعدى ستين الف جنيه الناس كان عندها تخوف ان يبقى بسبعين وثمانين الحمد لله الحمد لله النهاردة بنتكلم الحديد مستهلك من اربعين او من تسعة وثلاثين لستة واربعين الف جنيه للطن معظم مصنع الحديد المصانع الاستثماري اللي هو بنسميها الدرفرة خفضوا اسعارهم من تمانية وثلاثين وتسعة وثلاثين واربعين وسبعة وثلاثين اسعار متفاوتة ارض مصنع او الاسعار ارض مصنع او من تسعة وثلاثين كمان لسه احد الشركات القبرى المقروض انها تنزل وبتقول للناس يعني خدوا الحصص بتاعكم وان الاسعار نزلت تمسكها للسعار القديم منتظرينها انها تنزل ولكن برضو الحديد بتبعها بتبعها من التجار او اللقاء اللي بيبعوه اقل من التفليل احنا من اقدر بنتكلم في حديد هنقول متوسط تسعة وثلاثين لستة واربعين الف جنيه اقصى سعر يعني احنا بنتكلم في اكتر من عشر تلاف جنيه من وقت التعويم لحد دلوقت هل متوقع ان السعر ينزل عن كده شوية كمان؟ شوف او استاذ يوسف خلينا نبقى واضحين السعر نزل عشان حقتين سعر الدولار نزل السعر اه النهاردة الدولار في البنك بيوفره المصانع فالدني هتستكر وتنتظر السعر نزل اكتر الحديد هينزل اكتر لانه عندنا فيه تنافس سماعة الحديد عندنا اكتر من عشرين مصنع صحيح لسه كنت بشوف اعلانات عن شركة جديدة انا مكنتش اعرفها يعني قبل كده اعلانات مغرقة الدنيا فقلت طيب اللهم زيد اللهم بارك شوف يعني حضرتك لازم نوضح حاجة حصلت بعض الثورة حضرتك عارف ان احنا كنا منستورد حديد واسمنت اه ده طبيعي يعني بس تورد خان؟ لا وكنا منستورد حديد تسليح منتج نهائي وكنا منستورد اسمنت من تركيا منتج نهائي اه كان عندنا يعني ارقام كبيرة كل سنة يعني الحمد لله احنا النهاردة مصدرين للاسمنت حلوه من ادود انواع الاسمنت في العالم لغاية امريكا حلوه اسمنت بتاعنا بيروح الحكومة المصرية بتدعم تمانين في المية من النقل البحري للي يصدر لافريكية ومشاء الله من حقينا اكثر من عشرة مليون طنف الاسمنت اه الحديد طبعا بعد المصانع الكبيرة برضو اه بتشدر حلوه احنا النهاردة تحولنا من دولة مستوردة لدولة مصدر اللي عايزينه ايه استخرار في سعر الصرف وتوفير العمدة المصادر مستقر بامر الله عشان تشتغل بكمل تقيتها مستقر بامر الله انه هو بيشتغل بخمسين في المية من طاقته كان بيشتير الدولار من السودة ايا كان رقمه اه ويوديه البنك ويحطه بحساب الشركات ونفح حكومية فكان تكلفته عالية وكان التدبير مية وعشرين في المية مش مية في المية اه اه بالاضافة انه هو بيشتغل خمسين في المية بتقطفها بيحط التكلفة المية في المية على الخمسين النهاردة ان شاء الله بازني الله رب كل ده هيستخر اه بعد العيد والدنيا هتنتظم ونتمنى ان باقي السلع يبقى كده احنا عندنا العربيات حاضرتك شايف الخفض اكتر من عشرين في المية يعني فيه العربيات لازم تنزل اكتر من كده بصراحة اه فيه ناس فعلا اه اه ما نخلي بقى لك بصول العربيات برضه بيقولوا تكلفتهم كانت عالية والنهاردة يدوبك بيلم بيلم فلوسه ان شاء الله شو عربيات بيناوروا بصراحة اللي بيبان اوي دايما سعر الحديد وسعر الاسمنت بيبقى اصرح حاجة بامانة اصرح حاجة بيبان على طول او الناس بتستجيب فورا لاستقرار العملة او لانخفاضها الى اخيره طب سؤال على الطاير الحديد بتاعي دلوقتي نفس الاوكراني احنا طبعا احنا خلي بالك من اكبر الدول النهاردة اللي عندها من اجود يعني احنا عندنا حديدنا بيروح لغاية امريكا برضو لا انا عارف ان احنا فيه عندنا بس انا مش هقدر اصلي اقول مركيات حتى في الاسمنت فيه شركة انا جربتها يعني جربت الاسمنت بتاعي شركة يعني مش ممكن عليها خلط الاسمنت انا عايز اقول لك النهاردة يعني هنقول اسمها احد شركات الكوات المسلحة صح والعريش للاسمنت بيروح لغاية امريكا صح هي دي واختابور انتظار انا جربت الاسمنت ده انا في حياتي ما شفت كده في حاجة كمان يعني الوزن والتعبئة ما هي العبوة مكتوب عليها خمسين كيلو صح اوزن بقى انما هي كام شكرة تيدي وزنها ثلاثين وخمسين كيلو صح مش تسعة واربعين ولا تمانية واربعين نتمنى ان طبعا كل السلع تنزل يا رب يا رب يا ميسر الاحوال الانباء جيدة والخير على اقدم الواردين وعلى صوت حضرتك احمد بي ربنا خليك يا رب اشكرة كل الشكر احمد بي الزيني يا رئيس شعبة مواد البناء بالتحدي الغرف التجارية الامانة تقتضي بصراح اسمنته حديد اول ناس بيسمع عندهم السعر واول ناس بتعلن خفض الاسعار اول ما يلاقوا سعر الدولار المشكلة مش عايز حديد تجار العربيات عندهم ازمة التجار خصوصا شلل العيال الزغيرة اللي فجأة اتبضروا في السوق المصري من جنوبه لشماله من شرقه لغربه العيال اللي بتشتغل على فكرة الاسترهاد الشخصي ومش الاسترهاد الشخصي ومش كلهم بس في شوية عيال كده العيال دي لو جيت سألت اي تاجر كبير قولك العيال دي دخيل على السوق وهم اللي بوازوا السوق وهم اللي لعبوا على قصة الـ ولازالوا بلعبوا عليها لحد دلوقتي في وكلة في مصر خفضوا السعر الرسمي بتاعه كوكيل مركات على الاقل اربع خمس ست مركات خفضوا السعر الرسمي حلو؟ على كله هروح لفاصل ونرجع بعض الفاصل عندنا حاجات بقى كتير ماقولكش خشاف مزاج استنونا بعض الفاصل موسيقى وعاد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلامة الله الى ارض الوطن وده زي ما حضراتكم عارفين بعد زيارة قصيرة اجراها للاردن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا هو والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني كانوا عقدوا مجموعة من المباحثات تقدر تعتبرها طبعا بروتوكوليا وواقعيا هي مباحثات قمة في العاصمة الاردنية عمان بتتناول العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع على الاراضي الفلسطينية ويمكن بالتحديد كمان على قطاع غزة لازال محور الاعتدال يعني لو حابنا نسميه بهذه الطريقة محور الاعتدال ما بين مصر والاردن يقود هذه المباحثات لازالت المفاوضات مستمرة الهدف والغرض الرئيسي هو ان احنا نقدر دلوقتي نوصل الى هدنة طويلة قدر الاستطاعة وصولا الى ايقاف كامل ونهائي الاطلاق النيران لعلنا نصل الى مقاربة الرئيس عبدالفتاح السيسي باقرار حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته ارض الوطن متوجهين الى المملكة الاردنية الهاشمية ولدى الوصول للعاصمة الاردنية عمان كان في الاستقبال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حيث اقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وعزف السلامين الوطنيين واستعراد حرس الشرف وتأتي الزيارة في اطار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين واضاف المتحدث الرسمي وان اللقاء تضمن التوافق على اهمية مواصلة التنصيق والتشاور تجاه تطورات القضايا الاقليمية والدولية وعلى رأسها الاوضاع في قطاع غزة حيث تم تأكيد ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار في ظل ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة انسانية تصل الى حد المجاعة وتدمير سبل العيش محذرين من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر وعقب انتهاء الزيارة عاد السيد الرئيس والسيدة قرينته بسلامة الله الى ارض الوطن والله انا فعلا ساعات كتير جدا بعد افكر حقيقي فيما يدور داخل ذهن الرئيس وهو يدير اذا كان ملفاتنا الداخلية في جمهورية مصر العربية او ادارته للملفات الاقليمية ده رئيس مصر اكبر واقوى دولة موجودة في المنطقة اكبر مش بتكلم من حيث المساحة انا بتكلم من حيث التأثير السياسي اكبر من حيث القدرة والحيوية السياسية اكبر اقدم اكثر حضارة صاحبة الثقافة الاوسع والاكثر انتشارا الاقوى بالتأكيد عسكريا الاقوى بالتأكيد على مستوى طاقتها البشرية والطاقات الفكرية والعقلية والابداعية اللي عندها ده حمل كبير انه الشخص اللي بيتولى هذا المنصب وفي نفس الوقت مش بس يتولى انه يديره بنجاح ويمتلك هذا الكم من الصبر اجزم ابصم بالعشرة لم اجد في حياتي لم اعرف في حياتي رجل يمتلك هذا الكم من الصبر زي اللي بيمتلكه فخامة الرئيس صبر وحلم شديد حليم هادئ الطباع جدا اعرف بالمصري بتاعنا كده باللغة الدرجة يقولك ما بيسخنش لا يسئل استفزازه حمى الله الرئيس يا رب وقدمه لنا بكرة بإذن الله بإذن الله تبدأ المراسم واليمين الدستورية امام مجلس النواب عايز استقزمكم ونروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام موسيقى 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 خطفة الناس الرجل ده ربنا سبحانه وتعالى منع عليه وأعطى موهبة خاطفة قادرة على اختطاف عين المشاهد وقدم لك خفة ظل مهولة مهولة من غير أي مبالغة والله العظيم دي شخصية صاحبان رفيق وصديق عمر الخيام في مسلسل الحشاشين معانا على التليفون المتقلق جدا قوي خالص محمد يوسف زاك يا أستاذ الحمد لله زاك يا أستاذ ومسانه وانت طيب ورمضان كريم وعيد سعيد كله مع بعض الله أكرم عليكم كل سنة وحضرتك طيب يا رب إنت أستاذ المشاهدين كل رح أغرب سؤال هيتسئلك في برنامج عمدك كم سنة أربعين سنة أربعين سنة ما أنا أقصنا ليه بقى دايما أنا أحب أسأل عندنا كم سنة علشان خاطر والله أنا عندي كده اعتبارات أكبر مني بعشر سنين وانت طالع أقول له أستاذ طالع من قدي أصغر مني شوية يبقى في نفس الجيل يبقى هيقول لي يا يوسف وقول له يا محمد وابقى مبسوط يا ربنا يخليك يا رب يا فنم يا رب يخليه من غير يا فنم بقى يوسف الله يخليك الله يبارك لك أولا ألف مليون مبروك على زي بقولك كده الدور الذي خطف الجماعير الله يبارك فيك الله يبارك فيك رب يا يوسف بجد دا كرام ربنا بعد اجتهاد لأن احنا يعني بجد ما بين إصابات ما بين وقع من على خيول ما بين حد مثلا يرفوه سخيل في التصوير بب 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 آآ آآ طبعا يعني كل أجسابنا طبعا آآ وفي اللي تخيط حجبه زي سامش آآ لا كتير جدا قصابات كتير هذا ما عندك بتمثله ولا بتحاربه بجده ولا إيه ما هو الخيل مش متعود مثلا إن هو يشوف سيف جنبه أو حد بيتخانق جنبه أو نار ولع جنبه هالحاجات دي بتحتاج نوعية معينة من الخيل فعشان توفر العدد دا كله وده طبعا يعني فدي خيل حبوبة مش بتاع التمعارك بجد يعني دا حقيه آآ دا حقيه آآ وفي نفس الوقت يعني بجد أنا يعني أكتر من كلمة فرحان مش عارف عبر دا خليه هسألك سؤال يا محمد وأرجوك يعني لو السؤال دا ممكن يدايقك قولي برضو يعني أنت كنت فين؟ أنا كنت أنا بدء من مسلسل الدالي مع أستاذ نور الشريف دور ابنه حسام الدالي إيه دا؟ آآ وبعد كده عملت أيوا بالضبط وبعد كده عملت مسلسلات كتير بعد كده جات البداية مع دكتور بيتر ميني في الاختيار واحد كنت دور أبو عمير التكفيري قتل المنزي عرفتك كنت بتكلم لهجة شاني دا أنت آآ دا أنت مفتري دا أنت مفتري طب أنا عايز أقولك أن أنا متصور أن أنت في الدور دا وقتها أن أنت فنان سوري لا والله بصري ربنا يخليك بصري بس هو الحمد لله يعني اللهم لك الحمد دي ملكة من زمان حكاية اللا كبات واللقات دي كنا بنتدرب عليها في المعدة علي فنو المصرحية آآ مع دكتنا كتير أعظم طبعا دكتور سامي عبد الحليم ربنا يدير الصحة دكتور سامي صلاح الله يرحمه دكتور أنا جات علي في الإلقاء يعني في أساني كده ربطنا على الحاجات دي وفي نفس الوقت أنا متعود أن أنا غير شكلي في كل دور ده بقى سؤالي وإنت بتعمل الدور بتاع صهبان أنت اشتغلت على إيه؟ عشان إحنا كلنا لاحظنا شوية حاجات بستني مش هقولك عليها يعني أنا بعمل نفسي لقيم بس آآ عايز أسمع منك أنت اشتغلت على إيه في دور صهبان البلان دور صهبان البلان ده المشكلة معايا في نفس الوقت هو إيه اللي جابه وسط الناس دي كلها يعني هو لون مختلف تماما عن بلدة المسلسة سواء من القتلة اللي هما جماعة الحشاشين هو مش منهم من السلجقيين اللي هما طرف المحارب لأ من العلماء لأ هو واحد من عامة الشعب جاهل أمني واحد بلان دي يحمي الناس فطبعا أول حاجة خالص أعرف مهنة البلان دي ايه فروحت أقدم حمام في مصر هو الحمام كده في منطقة يعني قديمة جدا في مصر وده اللي طلع عليه المثل الشعب الشهير اللي اختشوا باته روحت الحمام ده أربع مرات عشان أعرف إيه مهنة البلان دي وبيعمل إيه ويعني إنه هو تكييس وتليف ومش عارف إيه والحاجات والبخار والمخطف السخن والمخطف الساع ده أول حاجة خالص أعرف المهنة دي عاملة إزاي بعد كده الحد الجاهل ده لما يلتقي بشخصية زي العالم عمر الخيام لازم يبان فيه تدني لغة ما بينهم لغتهم مش واحدة وبيجد صعوبة في كل كلمة بيقولها عمر الخيام وطبعا العاطق والمسؤولية اللي دكتور بيتر وثق فيها فكرة إن اللايين ده ما ينفعش إنه هو يبقى كافي يا إما الناس تتقبلوا عشان خاطر العمق الفلسفي اللي بشخصية عمر يخفت شوية ويبقى ده مكان المشاهد في الحاجات العميقة اللي بتتقال سواء ربعيات الخيام أو 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 حاجات في الفلسفة اللي يفسرها هو صعباء بتفكيره 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 كرجل من العامة نعم من العوام زي ما بيتقال صح المشية بتاعتك دي أنا في رأيي متعمدة انتقاصة تمشي بالترقاض يعني تمشي حادث نفسك لقدام توطي بكتفك شويتين لأنه ده جزء من التركيبة بتاعة البلان الذي يحمم الناس هو طول الوقت منحني على الناس بالضبط يا فنم وفي نفس الوقت هو خطواته وصيار عشان ما يتزحلقش عشان هو واخد إن هو يمشي على رخام صح وبيبقى في الأرض فيه صابون فهو فيه حذر دائم وهو ماشي صح فهو لازم يعمل كده وفي نفس الوقت هو الفكرة كلها حتى اللوك اللي هو بتاع اللوك الأقرع ده اللي بصراحة يعني يعني السبب فيه هو دكتور تيتر هو اللي قال إن عايز اللوك مختلف فهو فعليا للناس دي شعرها يعني بيكونوا حلقين خالص يعني بيكونوا قرع من بخار الميا بخار الميا والصابون ومش عارف إيه صح 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 بالضبط أنا قلت لك أنت مفتري والله العزيز ربنا يخليك يا رب أنت أنت محمد يوسف الذي افترع علينا بقى يعني بالأداء الرائع ده محمد بجد 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 أنا هبقى سعيد جدا 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 أنك تنورنا سأرجو أنك تنورني ده شرف لنا طبعا لا ده من لا تشرف بجد والله العظيم أنا أخليك يا رب نورتني وشرفتني بالمكالمة وأنا هستأذى أن احنا نسأ معاك معاك تنورنا وتشرفنا باللقاء دخل الستوديو أبقى مبسوط وفرحان على الآخر والله ده على دماغي بس طبعا أنا دماغي مش أرعى دلوقتي ده أطلالي شعر خلاص تمام عودنا إلى العود الأحمد الحمد لله الحمد لله والشكر لله أشكرا جدا يا محمد نورته وشرفته ألف مليون مبروك على هذا الأداء وهذا المسلسل وهذا التقلق وبالمناسبة برضو أنا فاتني إن أنا أتكلم يا جماعة بيتر ميمي مذهل وأنا بكلم بقى بجد بأمانة ارجع لبيتر ميمي في أول أعماله وارجع لبيتر ميمي أو خد بعضك ويمشي المشوار لبيتر ميمي وصولا إلى الحشاشين ليه تقول كده؟ أقولك لأنك إنت لازم تشوف شكل التطور اللي حصل عند بيتر ميمي خلال الأعمال المتعاقبة سواء إذا كانت سيمة أو دراما في التلفزيون أنا بحب كلمة سيمة أكتر منها كلمة سينما علشان سيمة دي مصري بتاعتنا أو يحب السيمة زي الفيلم إياه قد بجميل أول مناسبة بيتر ميمي مذهل في تطوره وتطور سريع جدا وخطوات ثابتة جدا التفاصيل سواء إذا كانت في شخصية محمد يوسف التفاصيل اللي بيشتغل عليها محمد اللي بيشتغل عليها بيتر ميمي التفاصيل اللي موجودة عند الكريم عبدالعزيز التفاصيل اللي موجودة عند رجب التفاصيل اللي موجودة عند فتح عبدالوهاب التفاصيل اللي عملها يا أحمد فايز فيه التصميم الإنتاجي كله يا جماعة صنع مسلسل لما يركزوا في التفاصيل إلى هذا الحد وأنا عايزك أنت كمشاهد بعد إذنك ركز في التفاصيل دي ركز في التفاصيل وشيل من ذهنك أن أنت بتتفرج على وثيقة تاريخية أنت بتتفرج على دراما انسى دلوقتي التاريخ خالص وهرجع أقولك يا جماعة لعبد الرحيم مع الحفظ الألقاب ولا بيتر مع حفظ الألقاب ولا الشركة المتحدة مع حفظ المحبة قالوا إحنا بنقدم وثيقة تاريخية قالوا من وحية تاني من وحية تاريخ يا جماعة يوسف شاهين عمل المصير وعمل النصر صلاح الدين محدش قاله تلت التلاتة كام أنت بتقارن يوسف شاهين يا جماعة يوسف شاهين على عيني وعلى راسي وبيتر ميمي على عيني وعلى راسي وما قارنش ليه يعني هو مين اللي حط قاعدة وسنة أنه لا يصح أن نقارن الأجيال الجديدة بالأجيال الأقدم طب أزيدك من الشعر بيت الأجيال الأديمة أحلى من الأجيال الأقدم وفي حاجات كتير ولو في الإخراج أنا ممكن أقول لك حاجات كتير أقول داود عبد السيد أقوى من كل الجيل اللي قابله دا عطاير كده أقوى بكتير بكتير فاصل وهنكمل الكلام نروح فوراً لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ينورنا ويشرفنا فوراً بعد الفاصل ازاي حضراتكم عاملين كل تمام كل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا ويدعلنا النهاردة لنا وترية بارك الله فيكم أولاً ليلة الثالث والعشرين من المحتمل كثيراً بحديث الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبلها بليلة أنه يسجد في أرض بها ماء وطبعاً الماء عمل التربة إلى طين يعني طبعاً فقدر الله أن السماء أمطرت والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها صلى وكان طبعاً أرض المسجد ليست سجاد ولا حصير كالمعهود الآن فأخبرنا عليه صلى الله عليه وسلم أنها ليلة الخطر أنها ليلة إيه؟ طلعت اسمها إيه؟ ليلة الثالث والعشرين بحديث الجهنية رضي الله عنه وطبعاً بطبيعة الحال كما تفضلت بالطرح أثناء الاستعداد للحلقة المباركة معك ومع محبينا نحن في ليال عشر الله تعالى أقسم بها والفجر وليال عشر ليال عشر يا ثلاث عشرات العشر الأخير من رمضان وفيه ليلة القدر وينتهي بعيد الفطر والعشر الأول من زي الحجة وفيه يوم عرفة وينتهي بيوم النحر والعشر الأول من المحرم وفيه تاسعاء وينتهي بعشراء وكنا نريد يا أخي الحبيب للمسلمين أنا لا أتكلم بالعموم ولا بالمطلق بعض المسلمين بدل ما يغتنموا العشر الأخير من رمضان في حض الناس على الأذكار الشرعية وعلى الأوراد وعلى الثناء على الله تعالى وعلى الدعاء بالخير وبالذات للمصلحة العامة لأن بعض النفس متصور أن ليلة القدر مزاد للمطامع أو الأمال الدنيوية وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديقة رضي الله عنها سيدة عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول إن أدركت ليلة القدر قال يا عائشة قولي اللهم إنك رب عفو كريم تحب العفو فأفو عنه العفو هنا مطلق العفو في صحة البدن العفو في طيب الكسب العفو في الصحة شوف كل شيء يسلم الإنسان منه فهو عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للسيدة عائشة أنت لم ترزخي بأولاد فدع الله أن يهبك الوالد لا لم يقل إن حياتنا خشنا لا وذلك أرشدها إلى المعالي أنا النصيحة اللي أقولها حضرتك يعني يؤسفني إحنا بعض الناس الطيار الياه المتسلف بدل العشر الأخير ما يبقى عشر اتلاف ووحدة ومحبة وبشر وتناصح لا تناطح وتصادم يعني مثلا دلوقتي معركة في غير معركة ما المخرج في صدقة الفطر هل الصاع من الحبوب طبعا مش هتطلعوا الزبيب لأن الزبيب غالي يوم هو عازل يطلع إيه أرخص حاجة أو حاطر يطلعوا إيه نقود مع إن مفروض يكون لنا الاحترام للمرجعية المعتمدة وهي الأظهر الشريف ودار الإفتاءة المصرية على فكرة ده فتوى دار الإفتاءة الصحيحة لأن سعر كيلو الأمح بالتوريد 11 جنو 30 قرش إما تضربه في 3 إن الصاع 3 كيلو هيطلع 34 جنيه دار الإفتاءة قالت 35 جنيه شوف لما يجي واحد يعني جاهل ومتنطع ولا على علم ولا يوقر كبيرانا ولا يعرف حق العالم وبعدين يطلع وقولك ده دول أخطأوا لا ما أخطأوش دار الإفتاءة فتوها صحية لسه بقى حضرتك عليك خير الأسبوع القادم هي دقيقة هتلاقي بقى المعركة التانية في يوم صلاة العيد يوم الأربعاء إن شاء الله بعد القادم هيقول لك إيه؟ هالتكبرات العيد الله أكبر والله الحمد واللتكبرات التي كبرها الإمام الشافعي ويقولها فقه المصريين الصوت النشيد الجميل أنا مع أن في العرش الأخير نص دقيقة أنا أفجر لك مفاقع عشان تعرف شؤم خلاف السلفية والإخوان والشيعة والدواش والعك النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يحدد ليلة القدر فأنسيها لما تلاحى وتجادى الرجلان فمن شؤم المجادلة والمناكفة أنسي الرسول أن يحدد للأم اللي يكون درسا لها أن الاختلاف شؤ لعل رسالتي وصلت وصلت طبعا جدا أوي خالص نورتنا مولانا وشرفتنا كمجرة العادة وإلى لقاء مرتقب إن شاء الله ربنا يمد في عمرك فقه العيد نتكلم على مشروعي يوم الاتنين اللي جاي إن شاء الله كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلص الكلام لحد دلوقتي لكن إن شاء الله لو كان لنا العمر نقابلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات